مرجعنا الجو الضحك والوناسة يا خير الله يسامحني مدنوا وش فيني صاير حساس بزيادة أنا بس بصراحة الله لا يحرمني منكم ويسعدكم دنيا وآخرة للأمانة القهر إن اخترعوا كل شي بالدنيا إلا إني أقدر أحظنكم واحد واحد حضن وخوي قهر قهر ويسألون نفس السؤال ألف مرة وشو التغير وشو التغير صدم الفنان السعودي راكان خالد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأحدث ظهور له بعد غيابا عن الساحة الفنية دام ثلاث سنوات تقريبا إذ تخلى عن الزي السعودي التقليدي الذي عرف به وأطل بشعر طويل منسدل وشارك راكان خالد متابعيه عبر حسابه على تطبيق سناب شات مقطع فيديو له يعبر فيه عن اشتياقه لجمهوره مشيرا إلى أن غيابه كان بسبب انشغاله في دراسته الجامعية وتخطيطه للحصول على شهادة الماجستير كما فاجأهم بتحدثه باللغة الفرنسية وطالب المتابعون راكان بالعودة إلى سابق عهده إلى سيما وأنه بدأ أكثر أنوثا على حد تعبيرهم إلا أنه رفض ذلك في فيديو شاركه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام وشبهه الكثيرون بمشهور السوشيال ميديا بدر خلف الذي يثير الجدل على الدوام بظهوره كامرأة فكتب أحد المعلقين على خطى بدر خلف وكتبت إحداهن راكان لا تصدمنا عاد كانت أغانيك جميلة ويكنا نحبك لا تخربها عاد وأضافت أخرى لاتك ما ظهرت بعد غياب وأشار عدد آخر من المتابعين إلى أن المشهور السعودي يخطو خطوات الفنان الراحل مايكل جاكسون وأشار عدد منهم إلى أن الشبه بات قريبا بينهما من هو راكان خالد؟ راكان خالد هو مغنن سعودي بدأ الغناء منذ الصغر دفعه حبه للموسيقى بخوض غمار الفن وكانت أولى أغنياته ينار شبي للفنان محمد البلوشي كما شارك في برامج قناة اقرأ بأغنية يا الله من كلماته وألحانه وشارك أيضا في المقدمة الغنائية لبرنامج رحلة عمر للشيخ علي أبو الحسن أطلر كان في برنامج غنيها وعليها الذي عرض على قناة وناسا وحصل فيه على المركز الأول بأعلى نسبة تصويت من الجمهور إذ قدم أغنيات الدنيا ماهيمال في الحفل الختامي ليتوج بلقب نجم البرنامج واستطاع راكان أن يثبت نفسه بأسلوب الراب العربي ووقع عقد بإنتاج وتوزيع عماله مع كبرى شركات الإنتاج الفنية من بينها شركة بلاتينوم ريكورد وتعتبر أغنية راكان بعنوان هذا حالك يعنيد واحدة من أشهر الأغاني التي قدمها إذ حققت أكثر من 17 مليون مشاهدة منذ عرضها على موقع يوتيوب ويمتلك الفنان الشاب قناة على يوتيوب يتابعه فيها أكثر من 26 ألف متابع وكانت آخر أغاني التي طرحها هي أغنية تحت عنوان عايش قبل عامين إذ حصدت أكثر من 140 ألف مشاهد